يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهذا يدل على أن العمل الدائم وإن كان قليلا أنه أفضل من العمل الكثير منقطع وذلك لأن العمل الدائم فيه مميزات الميزة الأولى أنه محبوب إلى الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل الفائدة الثانية أن القليل مع القليل يكون كثيرا فلو أنك مثلا حافظت على السنن الرواتب معنى ذلك أنك مع نهاية العام قد صليت أكثر من أربعة آلاف ركعة وعندما تنظر إلى هذا الرقم تجده كبيرا لكن القليل مع القليل يكون كثيرا لو أنك صليت ركعتي الضحى كل يوم تجد أنك مع نهاية العام قد صليت أكثر من سبعمائة ركعة الفائدة الثالثة أن من كان له أعمال يحافظ ويداوم عليها وعرض له عارض من مرض أو سفر أو غير ذلك فإنه يكتب له الأجر كامل كما لو أدى ذلك العمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما فحرص يا أخي المسلم على أن يكون لك نوافل تحافظ عليها يعني مثلا يكون لك صلاة ليل قيام ليل يحافظ عليها كل ليلة يكون لك مثلا صيام نوافل كأن تصوم مثلا ثلاثة أيام من كل شهر يكون لك ورد من القرآن يحافظ عليه كل يوم لا تنقص منه قد تزيد عليه لك لا تنقص منه ونحو ذلك فهذه الأعمال التي تحافظ عليها مع مرور الوقت تكون كثيرة جدا وأيضا لو عرض لك عارض فلم تأتي بها كتب لك الأجر كاملا كأنك أتيت بها ولذلك كانت محبوبة إلى الله عز وجل حب العمل إلى الله أدومه وإنقل